بعائك يبغى صدق القلب اشتذاك القلب اللي يتحافظ عليه من الشوائب يتحافظ عليه من الذنوب الله عز وجل يبغى هذا الصدق ترى والله خني يوم الجمعة ويوم عرفة ترى فيها من تغيير الأمور والله بها علي تتغير حياتك بالله انها تتغير ترى مواقف كثيرة ومنها يعني حصلت لي أنا يا سالم في يوم عرفة ماضي دعوة الله عز وجل بدعوات وستجيبت لي وكل سنة في يوم عرفة ومشي سوي افتح جوالي الملاحظات اسجل الدعوات اللي أنا ابغاها ممتاز خلني اي بريكم اسجل الدعوات اللي أنا أبغاها يا رب يا رب يبغى يا رب يثبتني يا رب يبغى سيارة في مثال يا رب جاوز عني فهمت الصورة اسجلها عندي في الملاحظات ثم بعد ذلك حدث هذا المتها في يوم عرفة ثم بعد ذلك اذا سجلت لا سجلتلم لحثات كل ربع سنة ثلاثة شهور ربع شهور أفتح الملاحظات إذا تحقق شيء أحط عنده صح أجد نفسي في نهاية السنة دعيته بعشر سبعة استجيبت دعيته بخمسة عشر مثالي للدنيوية لأنه لما قال الله الله يثبتني ويتجاوز عني في مبشرات مثلا أنا ما أحكم عن نفسي في مبشرات أمور مبشرة فسجل دعواتك وجهز نفسيتك وأرقد زين وتوجه الربك بالدعاء ادع ربك انكسر انطرح لأن الله عز وجل ما يرد أحد في هذا اليوم إذا صدق ودعا واستجيب أو إذا دعا وتوكل وأعمل السبب فالآن أنا أقول لك إحنا يوم جمعة وآخر ساعة من يوم جمعة وعشر خير أيام هذه الدنيا هذه العشر باللي تقدر عليه ادع توكع ربك لأن هذا موسم ومفطانة المؤمن وذكاءه ومكتفيق الله عز وجل لها قبل ذلك هو التباس مواطن إجابة الدعاء أفعل أسباب إجابة الدعاء إذا أنت أم خلص صلاة تتصدق خلنا نقول بمثال بمثال هناك أقرب ما يكون الرجل أو الشخص لربه وهو ساجد في منطره من يدي الله عز وجل تخيلنك مئي بكرة آخر ساعة من يوم جمعة تروح مسجدكم تتوضى ثم تصلي تحية المسجد تعز؟ ثم تصدق قبل ذلك ثم تنكسر بين يدي الله عز وجل خاضع أمالك غير ربك يا ربي ثم تبدو أو ثم تدعو ما بدأ لك كيف؟ هل تظن الله عز وجل بيردك؟ والله ما يردك وهو أكرم الأكرمين وهو اللي أرحم بك من نفسك وهو اللي أرحم بك من والديك لكن الرجل لا إله إلا الله لو كان حسابنا يوم القيامة بأيدي أمهاتك كيف يكون حالنا؟ بنسعد وبنستانس وبنفرح لأننا بنضمن الجنة فما بالك أن الله عز وجل هو أرحم لك من أمك شكيف الرحمة؟ شكيف أن الله غفر رحيم؟ الله عز وجل شكيف أنا بخص عليك الدنيا بآيات عظيمة يقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد زينة تفاخر تكاثر في الأموال والأولاد ثم الله عز وجل شكيف لما تملك هذه الدنيا وتجد أنك وصلت إلى أعلى مراحل الدنيا أعجب الكفار نباته ثم يهيج مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة عذاب شديد ومغفرة ومغفرة من الله ورضوان خاصة الله عز وجل الله عز وجل شكيف يرضى عنك يتجاوز عنك لكن قدم من هذا اليوم قدم هذه المغفرة لنتمنها ثم الله عز وجل الله عز وجل وإيش أمرنا يقول سابقوا إلى جنة جنة عرضها السماء والأرض طيب هذه الجنة يا ربي أعدت لمن؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله يبلغنا وإياكم الجنة ترى السابق جاه ليش أنك دائما تكون آخر للناس ليش ما تكون الأول ليش ما يكون مبتغاك في ردوس الأعلى بالجنة ليش ما تكون مع أول القوم ليش ما تكون مع الناس اللي يسابقون في الخير لأن هذه السباق بين الناس بالخير يا أخي من صفات المتقين ترى هم ينفقون في الليل وفي النهار سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور عند الله عز وجل ترى هذه هي الدنيا وهذه هي حقارتها ولكن قدم لحياتك الحقيقية هذه ترى دنيا والله أنها فانية شوف مهما وصلت من الدنيا ومهما ملكت فأنت لم تملك شيء إذا ما كنت مع الله عز وجل لأن هذه هي الدراجة الله عز وجل يقول يقول سلس تدرجهم من حيث لا يعلمون يمكن الله عز وجل تجد أنه مسخر لك هذه الموال بس ما يوفقك أنك تتصدق ولا يسخر لك أنك يكون لك بصمة في معاهل الخير فأنا أخاطب نفسي أول شيء وأخاطب الجمهور أقول تبرعوا والآن عندنا جمعية البر الخيري بالجديدة وقت كفاءة اليتيم تجد أنه أغلب الفقرة أنا حرصت كل الحرص يا سالم أني أقب في آخر ساعة من يوم الجمعة وأخاطبكم عشان هذا اليتيم وهذا الفقير أخاطبكم عشان يكون لنا وقف جاري يوم القيامة وقف جاري في قبرنا عفوا تجد أنه في هذا القبر يتنعم تنعم تنعم الآن خذنا نقول تجد قطعاً ومئة بالمئة تجد أنه فيه شخص فيه قبرة ما أحد يعرفه انقطع نسله وماله عمل جاري بس تجد أنه فيه ناس من مئات السنين عندهم وقاف جارية وعندهم أمور طيبة وكلنا نتمنى هذا الشي فأنا أخاطب يعني أنا أقول لك الدنيا ترى كلها ثانية وكلها مصارب الله عزيزي دائما يشف القرآن هو بوصلة الحياة للقلب القرآن هو التوجيه الأول للقلب تجد أن الله عز وجل يقول في القرآن تجد أنه بالحيان يخسر تقرر شخص تجارة شف يخشر تجارة يخسر أيا يكون الشيء أو الأمر غالي عنده الله عجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم أي مصيبة في حياتك مرت عليك فقد خسارة انكسار أيا يكون ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها كل شيء مكتوب عند الله عز وجل في اللوفة المحفوظة كل شيء ليش الله عز وجل يفضح لك ترى كل شيء مكتوب لا أحد يحزن ترى مكتوب في الكتاب الله عز وجل يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم تجد أنه بالحيان الشخص يقول فاتتني التجارة لأتينا دخلت وكان ريجيلا فدعس وروحت محهم فجرنا الشخص يقول يا لا أتينا وروح تمحهم تجد أن الشخص يتحسر على أشياء فاتت الله عز وجل يقول لك في كتابه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا بما أتاكم كل شيء ترى كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب وكل شيء في كتاب الله عز وجل في اللوحة المحفوغ مكتوب كل شيء واضح أن تسلم الأمر لله وعيش مع القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم لا تفرح تجد أن الشخص في الأحيان قارون امتلك ملك الأمر خلاص ملك يعني خلاص امتلك الأموال وامتلك كل شيء تجد أن في نهاية الأمر هذه المواصلة تله لا عليه استدراج من الله عز وجل الله يستدرجك من حيث لا تعلم فأنا أقول لك هذه الأموال اجعلها لله وبأيقول لك الدنيا ساعة اجعلها طاعة اجعل دنياك هذه طاعة جل الله عز وجل الدنيا ساعة اجعلها طاعة النكس طماعة ليش تجد ان الشخص يطمع يجاهد شفع النفس طمع ارغمها القناعة اذا ارغمت نفسك القناعة والاكتفاء بما عندك تجد انك اسعد الناس وتجد انك عايش حياة ما يمتلكها اللي عنده ملايين او ما يمتلكها اصحاب الاموال يقول احد السلف الصالح لو انكم لا اله الا الله الله يذكرني لكن تجد ان شف القرب من الله عز وجل سعادة يقول احد السلف الصالح لو انكم تعلموا ما نحن فيه من نعيم لجالدون عليه بالسيوف ليش؟ لان نعيش نعيم وراحة شفت لما تصدق هذا يتصدق ترى يحس بلذة العطاء بلذة السعادة لذة ان الشخص اعطاه الله بيخلف و الله بيرفع بين الناس تجد ان اكثر الناس محبة اكرمهم للناس اكثر الناس محبة امفعهم للناس انت انفع الناس اكرم الناس وكل هذه ترى مخلوف تذكر كمثل غيث اعجب الكفار ناباته ثم يهج فترى مصفرة الدنيا هذه ترى ايه ثانية لا تأخذنا زينتها ولهوها تذكر انها ثانية خزنة النار يسأل اهل النار عفا اهل النار خزنة النار يسألون اهل النار لهم ملائكة النار يسألون اهل النار كم لبثتم في الارض يا عز السنين كم جلستم في هذه الارض يقولون ما لبثنا في هذه الدنيا ما لبثنا فيها في ايه يقول الله عز جل ما لبثنا فيها ما لبثنا فيها إلا ساعة من النهر وفي ايه اهل النار يقولون فيها ما لبثنا فيها إلا يوم من أبعض يوم فسعي العادي الدنيا هذه ترى والله الناس ساعة ينكسر في الشخص في هذه الساعة ويتعب الشخص في هذه الساعة انا ما ادري كيف جتني فأقولكم جاهدوا أنفسكم وتبرعوا بلي تقدرون عليه وترى أول شخص مستفيد هو أنت اللي متبر أنت اللي أقول لك أنا الآن في آخر ساعة من يوم الجمعة ادعى الله ادعى الله يجعلكم متقل صدق قدموا بين يدينا جواكم صدقة وأنا أدعو لكل شخص تبرع أسأل الله عز وجل أن كل من تبرع أن يغفر له ويتجاوز عنه ويرفع في جنات العلا أسأل الله عز وجل أن يحقق له جميع أمنياتها أسأل الله عز وجل أن يرفع بها منازل في جنات النعيم أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويجمعه مع من يحف في جنات النعيم أنا أقرأ بعض التبرعات اللي وصلاه لي الجمعية الآن جزاهم الله عنا خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم طيب معنا محمد الشويع بمية وخمسين ريال يقول والله أنا ما معي ألا مية وخمسين وهذا هو سهم الفرد اللي يقولون ترجمة نانسي قنقر